وصفة اليوم الوصفات الجميلة جدا اللي كل ولاد بيحبوها النهاردة هنعملها بطريقة مغزية ومفيدة للولاد زي ما انتم شايفين كده هنستخدم النهاردة البطاطة في عمل الوصفة وقبل ما نقول عمل نقواصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني تخلي القناة وقايم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل ينوصلك كل جديد يلا بينا نبدأ ونشوف عمل نقواصفة النهاردة ازاي اول حاجة زي ما شفته كده انا جبت البطاطة وقشرتها وقطعتها وحطت عليها حوالي كوبة من المية وسلقتها بالشكل دوت بعد اما بردت هرست البطاطة بعد كده بقى طبعا عشان انا احنا هنحطها في الخلاط فانا استنيت لغاية ما بردت وهرستها ما ترزها شوية تخرج لان الخلاط بتاعك ما يخسرش حطناها بعد كده في الخلاط تعالي بقى هاتي تلات اكواب من الحليب وحطت عليهم اربع معالي من السكر السكر بيكون على حسب الزوء وجبت هنا باكت اللي هو الكريم كراميل اللي اخدت البودر بس وحطيت معلقتين من الكاكاو وحطيت عليهم معلقتين كبار مهرمين من النشا ودي فانيليا هقلب بقى المكونات دي كده مع بعض كده الاول عشان ايه نساعد الخلاط شوية وبعد كده حطيت المكونات بقى كده اتضربت مع بعض حاجة كده جميل اللي شايفين النعومة افضل يبقى نعامي فيها كالغاية ما تنعم وتبقى تحفة حطيتها بقى في الووك او في الحلة وحطيها على النار لقيت ما تلاقي القوام بتاعك تقل بالشكل دوت على فكرة ممكن تحطيها في اكواب لان دوت الدنيت اللي كل ولادنا بيحبوه بس انا حبيت احطه في الشكل ده اعمل بشكل فحطيته في القلب اللي هو بتفتح دوت ودهنته بالزيت من الجوانب عشان اقدر افصل الجوانب لكن انت دار تحطيه في اكواب وتحطيه في التلاجة اه طبعا بعد ما حطيته في الصناية ديت حطيته واقف في التلاجة تمسك بالشكل اللي انت شايفه دوت هنا كنت بخرج بقى كده القلب وبالسكينة كده هوت قبل ما خرجه عملت كده هوت حوالين القلب كده من جوه عشان يخرج معي بكل سهولة بالشكل دوت كده خلاص القلب بتاعنا تقدر بقى تحط عليه آآ كاكاو خام او تقدر تحط عليه كاكاو بالسكر اللي هو المحلق دوت او تقدر تسيبها زي ما هي كده هوت لو انت تحطيها في كوبات عادة جدا تقدر تسيبها زي ما هي كده انا عشان انا عاملها في قلب وعملها في شكل تزيين فحطيت عليها الكاكاو بالشكل دوت نحبسوا كده هوت تديها منظر جميل بعد كده هنا بقى حبيت أزينها بالنوتيلا أو بالشوكولت أو بصوص الشوكولت أي حاجة عندي كتيرت زينيها التزين ده بيكون على حسب زوئك أنا عملت كده الشكل ده كده هوت وأخدت خطوط في الفتحات ديت شايفيني الجمال أحلى ده ند ولا إيه لكن أنا زي ما قلت لكم عملتها في الشكل ده عشان أتدي شكل جميل وممكن تقدمي فيها للضيوف بالقطع كده هو زي ما أنا هعمل كده هو لكن إنت عشان الولاد بقى يبقى سهلة عليهم تحطيها في كبات تبقى طعمها جميلة ومغزية البطاطا طعمها جميل جدا مع الكرامل والفانيليا كمان مديها طعم حلو قوي شايفيني الجمال أحلى ده ند ولا إيه حاجة كده رهيبة طحفة جميل جدا يلا الموجود معايا لغاية دلوقتي يدوس لايك ويقولي بيتابعيني منين وتعالوا بقى ندو إلدانة بتاعنا الجميل دوت طبعا تعرفين البطاطا وأهميتها بالنسبة لولاد والطاقة اللي بناخدها منها شايفة القوام بتاعنا قوام كريمي جميل جدا وتقدري كمان وهي أثناء وهي في الخلاط تحطي معاها شكلت تبقى برضو تديها طعم حلو قوي طحفة وبكده تكون خلصيت وصفتنا النهاردة لو الوصفة عجبتك وحبت فيديو حبيبك وأصحابك وقرايبك أعمل اللايك وعمل شير للوصفة لو أنت مشتركة أو مرة تشوفيني أعمل اشتراك فعل الجرس على الكل سنوصل الكل جديد ملنا الوصفة تعجبكم وتنفذوها طولي رأيكم في التعليقات وقلقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته